وضع ليخترق هذا هو حال الدستور في العراق صاغته كتل سياسية على عين الاحتلال الامريكي لتخريقه بحسب رغبة الاحتلال الايراني حدث ذلك اكثر من مرة لا سيما عند تصادم المصالح حيث يتصاعد السباق على هذا المنصب او ذاك على وفق الرغبة الفئوية والمكسب الحزبي طبعا العمل على ترك الفوضى هو غير جاد اطلاقا وهناك عمل سياسي من بعض القوى بشكل جاد من اجل ذلك لكن لا ينكر ان هناك مشاكلة ببعض القوى السياسية التي تحاول تأصيل الموضوع التجدير لمنافع شخصية ومنافع حزبية وبالتالي نعكس على لداء السياسي بشكل عام وبينما تواصل الكتل السياسية مشاوراتها لتسمية رئيس وزراء جديد خلف للمدفوع على الاستقال عادل عبد المهدي كشفت مصادر مطلعة عن محاولات للزج باسماء غير متداولة على رئيس الجمهورية برهم صالح مع عمليات تلاعب وتحايل تمثل خرقا فاضحا للدستور الذي تواطأت عليه القوى ذاتها المتسيدة على القرار السياسي في البلاد واستصراع متجدد حول تعريف الكتلة الأكبر وبالتالي الاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء اعتقد هناك مداولات ما بين الكتلة السياسية باتجاه الاتفاق على من هي الكتلة الأكثر عادة البرلمان العراقي واعتقد هناك رفع لبعض الأسماء إلى رئاسة الجمهورية وهناك اجتماعات ما بين رئيس الجمهورية وكذلك باقي الكتلة السياسية للاتفاق على الشخصية المختارة يعني لا يوجد لحظة لحظة أي بوادر الانفراج بل بالعكس هناك قرينة على خلط الأوراق والعودة إلى المربع الأول هذا آخر يوم أمس عندما طلب رئاس الجمهورية أن يبين الكتلة الأكبر العودة إلى المربع الأول هذا مؤشر خطر وعدم وجود اتفاق كان من المفترض خصوصا بعد انتهاء المدد الدستورية كان من المفترض أن ننتهي من مسألة تسمية رئيس الوزراء لكن كل هذه قرينة على أن ما زالت الكتل والأحزاب متمسكين بالمناصب الفئوية والحزبية الكتل والأحزاب التي عبثت بمصائر العراقيين تصم آذانها عن التظاهرات التي ضجت بها شوارع العاصمة بغداد وباقي المحافظات منادية برحيلها لترسم بذلك نهايتها التي تدفعها إليها الجماهير المنتفضة